تتواصل الأعمال الخاصة بإعادة أعمار جسر تكريت العالم الرئيسي الذي دمره داعش الإرهابية حيث تم إنجاز الأعمال التحضيرية كافة لنصب الروافد الجديدة الخاصة بمعالجة الفضاءات المرفوعة مشيرا إلى وصول تلعاء الروافد إلى مكان العمل الذي من المؤمل إنجازه منتصف العام الحالي نعمل لغرض إعادة تأهيل جسر تكريت العالم الرئيسي الذي دمره بسبب عمليات داعش الإرهابية نحن الآن أنجزنا كافة الأعمال التحضيرية لأغراض نصب الروافد الحديدية الخاصة بمعالجة الفضاءين فضاء 14 وفضاء 15 الآن كما ترون بدت تصل أولى طلاع الروافد الحديدية الموجودة حالياً بالموقع تمت المباشرة الفورية باستيراد الحديد الخاص بروافد الحديدية وتمت المباشرة كذلك منذ أكثر من شهر بأعمال تقطيع وتصنيع الروافد الحديدية في ورش شركتنا نطمئن المواطن الكريم أننا إن شاء الله سيتم العمل بأرقى المواصفات وأحدث التصاميم وكنا إصرار على إنجاز العمل في منتصف هذه السنة إن شاء الله باشرة شركة الفاول الهندسية العامة بأعمال تصنيع الروافد الحديدية الخاصة بجسر تكريت العلم بتاريخ 22-11-2020 نحن بفضل الله الآن وصلت أربع الجسر يتكلف من 11 مقطع بفضل الله هسا نحن وصل للجسر أربع مقاطع تم تصنيعها بالكامل مع ملحقاتها وعدنا ثلاث مقاطع أخرى جاهزة للشحن إن شاء الله من الورشة الخاصة بالتصنيع والثلاث الباقية إن شاء الله بدت بالتقطيع ومراحل التصنيع والعمل مستمر ليل ونهار وإحنا إن شاء الله الجسر يكمل بالوقت المحدد وحسب البرنامج كان متوقف بسبب عادة التصميم نتيجة اكتشاف أضرار بفضاءات أخرى بالجسر غير المدمرة وبعد ما انتهت التصاميم وتمت المصادقة عليها من قبلنا كجهة استشارية مشرفة على المشروع باشرة الشركة بإزالة الأجزاء المتضررة وتصنيع المقاطع الفولاذية للروافد اللي راح تحل بمكان الروافد الكونكريتية المتضررة حالياً الأعمال اللي تنفذ داخل البلد مستمرة وأكو إنجاز قاعد يصير على صعيد التصنيع الروافد وكل ما يجهز وينفحص يحضر إلى الموقع